بسم الله ازاي احضت اكيوب منت في قلب اللوحة بتاعتي ويكون لها نفس الرقم بتاع اكيوب منت في اللوحة اخرى بحيث انه لما يحصل اي تعديل يحصل في نفس المكنة اللي موجودة في اللوحة الثانية يبقى الاتنين مرتبطين ببعض تمام دلوقتي انا موجودة هو في اللوحة الاختراضي بتاع الاي اوت فانا عايز ادخل جوه الموديل تمام ممكن مجرد دودس هنا ادخل بس انا عايز ادخل بقوة عايز عندي الامكانية اللي موجودة في الكاد اللي بتبقى هنا اختيار دوت فهكتب config configuration يعني وهقول له اعراض لي الاي اوت عند الموديل تيب ابلاي اوكي بحيث اقدر ادخل جوه الموديل هادخل جوه الموديل دلوقتي عايز ابدأ احط اي اكيومينت وليكم مثلا البامب ديت تمام اهي اول ما بحطها بيقول لي اختار الرقم بتاعها ممكن تكتب الرقم زي ما انت عايز تمام او تقول له اكسستنج بامب انا فيه بامب تاني يعني عايزها مستلزم تكون البامب دي مش موجودة في اللوحة ديت لو موجودة في اللوحة دي هيقول لا ما ينفعش مكانتين موجودين بنفس الاسم اختارت المكنة دي تمام واختار الشكل الانوتيشن المكنة اللي اختارها لازم ندوس عليها مرتين عشان تبدأ تظهر معي وقول له اصين بيقول لي في مكنة تانية موجودة في مكان تاني اول واحد دي هيغير التاج تانية هيخلي التاج للكمبوننت الموجودة اقول له اوكي وتعالي نشوف التاج هيكتب ايه هيكتب 119 المكنة دي موجودة في لوحة تانية تمام بحيث ممكن تكون في لوحة مثلا معمولة لشغل القهربة المكنة تانية معمولة لشغل المية ومكنة تالتة معمولة لحاجة تالتة ورابعة للمس مثلا مثل ايه زي كده فبالتراءة دي تقدر تحط نفس التاج في اكتر من لوحة بالشكل دوت تمام لو رحنا للوحة دي هتلاقي فعلا مكنة موجودة بالتاج دوت اللي هو بي 119 طيب لو عايز اخلي التاج ده بس هنبعد شوية واربط بينهم مثلا باي خط هتجي هنا في اللاينز هتلاقي حاجات خاصة بالبيب هتلاقي هنا حاجات خاصة بالالكتريكل هتلاقي حاجات خاصة بالليدر الليدر ده حاجات ما لاشدعوا بالشغل بتاعنا مجرب بس مشاورة لا اكتر ولا اقل عشان بس ايه هتوضح لي ان المشاورة دي تبع الماكناة ديت